السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وحضراتكم بخير معكم أسمة ديهي النهاردة إن شاء الله هعمل مع حضراتكم صنية جلاش باللحمة المفرومة كلنا بنعرف نعملها ولكن أنا النهاردة إن شاء الله جايب لكم طريقة حلوة قوي 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 لو حضرتك أكلت الصينية كلها بألفة هنا وألفة شفا مش هتتعبي ولا هتحسي إن حضرتك أكلت أي حاجة تعالي بينا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملنا الجلاش الحلو ده إزاي في الوق قدام حضرتك حطيت معلقتين قبار من الزبدة ونزلت عليهم بحوالي 3 معالق من الزيت حب حضرتك تشتغلي بزبدة خالص ماشي سامنا خالص ماشي زي ما حضرتك تحبي حنزل عليهم 750 جرام من البصل يعني كيلو إلى ربع من البصل حتقولي لي البصل كتير أولا البصل المستخدم قدام حضرتك بصل جديد يعني بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من المياه ثانيا أنا حشتغل مع حضرتك النهاردة على نص كيلو من اللحمة أنا حستخدم ربع كيلو بس في سنية الرؤاء وباقية الكمية حستخدمها لحاجة تانية خلاص كده على نور هادية بقلب يمين شمال لحد لما البصل ينزل كل المياه اللي موجودة فيه لازم حبيبتي البصل يدبل معانا ويبقى لونه شفاف لو ركزتي كده معايا هتلاحظي حضرتك إن كمية البصل بعد ما دبلت ودخل خلاص على السوى بقت النص تمام هنزل عليهم بنص كيلو من اللحمة وزي ما قلت لحضرتك أنا هستخدم نص كمية العصاج دي بس يعني باختصار الكمية اللي قدام حضرتك تعمل اتنين صاج تلاتين فاربعين من الجلاش يعني كيلو جلاش ولكن أنا النهاردة هستخدم نص كيلو بس من الجلاش تمام كده أول ما بنزل بالعصاج ايدي فيه أجيبه بقى يمين شمال وأهرسه بالشكل ده عشان ما يبقاش فيه في العصاج أي تكتلات ومجرد ما حيتحول لونه من الأحمر للأبيض تقدري حضرتك تبطل التقليب مفيش أي مشاكل والنار تكون هادي حبيبة قلبي عشان العصاج يستوي كويس معنا بصي كده شايفة لون العصاج بقى شكله ايه في المرحلة دي هنزل عليهم بالبهارات البهارات عبر عن نص معلقة صغيرة من القرفة نص معلقة صغيرة من الحبهان نص معلقة صغيرة من الكزبارة النشفة معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من المرأة الفورية ما عندي كيش حطي مكعب مرأة دجاج تمام كده لسه جمان هننزل عليهم دلوقتي بمعلقة كبيرة من الفلفل الأصمر للي بقى كلام ده كل كويس جدا لحد لما رحت البهارات تطلع معنا حطينا الفلفل حنقلب تاني من شمال وتعالي بقى نقسم الأول الخليط ده لجزئين جزء هعمل بي وصفة تانية والجزء التاني هشتغل بي دلوقتي قدام حضرتك في البولة حطيت فيها بطين معلقتين كبار من الدقيق كبيتين من اللبن حبتدي بقى دلوقتي أروب بالكلام ده كويس جدا لحد لما البيض يختفي معايا تماما خد بالك معايا العصاج ما زال على النار على نار هادية اللي بقلبي كويس جدا وتعالي بنا يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بنص الخليط ده على العصاج خد بالك معايا العصاج ما زال على النار على النار هادية هتقولي لي العك ده هقولك اصبري بس كده علي وخليك معايا للآخر الشغل ده يا حبيبة قلبي شغل أكاديمي أنا درساة مش جابا من هنا ولا من هنا وحأكلك أحلى صنيت جلاش أكلتيها في حياتك وبدون وبدون ولا نقطة سمنة في التوريق تمام كده ايه دي بقى كده في العصاج وما تخفيش مش حيتكتل ولا البضها يظهر ولا أي حاجة هتشوفي دلوقتي معايا اللي بيبقى أي من شمال شايفا الكلام شايفا لون العصاج بقى شكله إيه ولا فيه أي بيت باين سواء كان صفار أو بياض هسيبه على النار ياخد ويدي مع بعضه لحد لما الخليط دي بك بك قدامنا تمام كده هاتي بقى يلا الصينية بتاعتنا ده قارب حبيبتي 130 في 40 نزلت عليهم بمعلقتين كبار من الزبدة هنغلف بقى القارب بالشكل اللي حضرتك شايفا وتعلي بينا يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده نرس ورق الجلاش بالطريقة لحضرتك شايفا بصي كده معايا أنا حطيت الأول أربع ورقات زي ما حضرتك شايفا أخدتهم كده هلابيلة وحطتهم زي ما هم ولا فردتهم عن بعض ولا أي حيجة هنزل بالخمسة كمان أنا شغالة خمسة بخمسة زبطي بقى الورق بتاعنا كويس جدا ونزلي يلا كده بالعصاج زي ما حضرتك شايفا بصي كده جمال لون العصاج شكله إيه والله الطعم بقى والريحة ما أقول لكوش قلب الدنيا بحلها ركزي كده معايا في الكمية اللي أنا بحطها أنا ببدأ الأول بكمية قليلة خلاص بعد ما بخلص أول كمية هنزل كمان بخمس ورقات من الجليش ولا حطة ولا نقطة سمنة زي ما حضرتك شايفا كده بالزبط أنا ما فصلتش الفيديو أبدا أبدا عشان حضرتك تشوفي معايا كده أربعة وقدر خمسة لو وصلتوا معايا لحد هنا أتمنى من حضرتكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد هنزل بكمية العصات كلها نص كيلو من الجليش طلع معايا ثلاث طبقات خمسة في خمسة في ستة خلاص وزي ما قلت لحضرتك أنا مستخدمة ربع كيلو لحمة فقط لغير هنزل يلا بآخر ورق معايا من الجليش طلعوا معايا الأول خمسة وبعد كده خمسة وآخر حاجة لقيتهم ستة فحطتهم كلهم تمام كده وزي ما قلت لحضرتكو سابق ده شغل أكاديمي أنا درساه يعني إن شاء الله أي وصفة تاخدوها مني اتطمنوا خالص خالص تعالي بقى نرجع للجلاش زي ما كنا يعني باختصار قسمي النص كيلو من الجلاش على ثلاث طبقات تمام كده وزي ما قلت لحضرتك طلعوا معايا خمسة في خمسة في ستة تمام كده طبعا وأنا شغالة كده شغلت الفرن جنبي على درجة حرارة مرتفعة باخد الكلام ده كله وبحطه فوق على الشبكة مش تحت وبولع من تحت ما بولعش الشواية زي ما حضرتك شايفة كده جبت معلقة ونص من السمنة أو الزبدة سيحتها على النار وببتدي أدهن كده على خفيف الوش يعني كل اللي استهلكناه في الكلام ده كله معلقتين تحت ومعلقة ونص فوق والنتيجة بجد طحفة 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 قطعي بقى برحتك خالص زي ما حضرتك تحبيه بالطريقة اللي تعجبك مش عايز أقول لحضرتك إحنا كده موفرين كباية إلا ربع من الزبدة أو السمنة سيبك بقى من التوفير أنا بأكل حاجة خفيفة وحاجة صحية خلاص دخلته على النار وبعد كده أخد مني لون دهبي خفيف هاجب بقى بقيت الخليط اللي تفضل معانا نزلت عليه برشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من الفلفل بس قبل منزل على الجلاج بالخليط ده عايزة كده أوريك التوريقة بسي كده حضرتك الطبقات بتتفصل من بعضها بكل سهولة هنزل بقى بالخليط بالشكل اللي حضرتك شايفاه خلاص بنمعلقة بقى ونزلي أي تكتلات موجودة معانا في المصفى زي ما حضرتك شايف كده هاتي بقى القارب يمين شمال عشان أتأكد إن كل الجلاش أخد من الخلطة الحلوة دي ويلا على طول رجعيه تاني على الفرن ينشف معانا ويتشمع معانا وبعد كده إن شاء الله هوريهولك دلوقتي أحلى جلاش ممكن حضرتك تكليف حياتك وأخف جلاش ممكن تكليف هنعيد بقى على التقطيع بالشكل اللي حضرتك شايفاه وتعالي بقى أوريك الجلاش بقى وجماله بصي كده وأنا حتى بطلعه الطبقات بتتفصل من بعضها بصي بقى لون العصاج ولا بين فيه دقيق ولا بين فيه بيت متكتل زي الطريقة التقليدية وطعمه حلوة قوي قوي بصي الجمال خدي بالك كده معايا بيتفصص من بعضه حتى دلوقتي وأنا برص في الصينية تاني تحس كده أن الطبقات ريحة جاية معايا وده يدل على أنه مورق ومش مكتوم معايا ولا حطينا بيكنج بودر ولا حطينا سامنة للتوريق ولا أي حاجة تكلوا في الهانة يا رب كل عام حضرتكم بخير وإن شاء الله نكونوا صحبة على جبل عرفوت شكراً لكم مع ألف سلامة